اشتركوا في القناة نحاول انك تكون ديبلوماسي قد ما فيك تتوصل لهدفك يمكن تتعرض لبعض الموديا قد ما كان عملك لكن انت على قد المسئولية وبتوصل افكارك بدقة بلا ما تضيق او تزعج حدا من محيطك اما عاطفيا انت بحاجة تعطي سيئتك للحبيب وقال لي حتكبر المشاكل بيناتكن الثور يوم مهم كتير اليك فبيصلك خبر يصلك فترة طويلة ما تستعجل وتحرق المراحل اعتيك كل شيء حقه وبالنهاية كل شيء بوقته حلو اما عاطفيا ما تاخد قرارات متسرعة وتحكم على الحبيب بسبب تصرف معجبك اعتي لحالك الوقت ولا له الفرصة يشرح لك السبب تصرفاته صديقي الجوزاء كون منظم اليوم وما تلتهي عن شغلك وحاول تخلص شغلك يلي كنت متراكم عليك الى فترة لانه يمكن يزيدوا المسئوليات بهالكم يوم اما عاطفيا الاصدقاء عم يظهروا اجابهم فيك حاول تكون واعي لهذا الشيء وتفكر بقلبك وعقلك وتختار صح هذه المرة تم تندم مثل المرة اللي قابلة نوصل لبرج السرطان بتلاقي حالك قدام مشاكل عائلية كبيرة لكن زكائك وحنكتك ومحبة الكل لك ووسائة فيك بيساهموا بحل الأمور بطريقة بترد الكل صحيا بلش التعب يحل عليك نتيجة الضغوط العملية والاجتماعية يلي تحملتها بالماضي وبعدك عم تتحملها فبنصحك انك تريحها لك قد ما فيك الأسد التفاقل وحب الحياة هن شعارك يلي مقتنع فيه فبتلاقي كل الأمور يلي عم تصير معك إيجابية رغم انه يمكن تكون بعكس هيدا الشيء اما عاطفيا حافظ على علاقتك بالحبيب وطور علاقتك فيه فانتو بتشكله ثنائة رائعة بننتقل لبرج العزرة ما تكبر لأمور والمشاكل العائلية وحاول تسيطر على تعبك ارتاح دل الفترة وخاصة انه ضغوط العمل كتيرة ما عم بتخليك تركز وتاخد قرارات مناسبة أما عاطفيا الحبيب حدك وعم بحاول يموه عنك قد ما فيه بننتقل لبرج الميزان صبور اليوم واهتم بشؤون العائلة بلا ما يحسوا انك عم تتدخل بأمورهم الشخصية خلي معنوياتك عالية لأن الفترة الجاية فيها تغيير على الصعيد العملي يمكن يتعرض عليك المساعدة فقبلها بلا ما تتردد أبدا لأن الفرصة اللي رح تعملها بماكن عملك رح تكون إيجابية لمستقبلك أما عاطفيا صارح الحبيب يلي عم يزعجك بتصرفاته تما تكبر المشاكل بينتكن وتخسروا بعض عزيزة العقرب انت اليوم رمز الإيجابية والتفاقل عند كل أصحابك وزملائك فبتلاقي حالك محاض بكل معارفك وعم يستمدوا الطاقة منك وهيدا الشي بيعطيك ثقة بالنفس كبيرة وبيشجعك لأخذ المبادرة وتعمل مشاريع جديدة أما عاطفيا خلي الشريك قريب منك واستفيد من معلوماته العامة قدمة فيك القوس شو ناطرك لليوم؟ حاول تروب وتسيطر على عصابك لأنك مش مرتاح بسبب الفوضى يلي مسيطرة على حياتك حاول تنظم شغلك ويومك بطريقة تخليك ما تقصر تجاه عائتك أما عاطفيا الاسترس يلي عم تعيشه بيجبرك تاخد قرار يمكن تندم عليه بعدين فأنا بنصحك أنك تفكر قبل ما تقوم بأي خطوة جديدة بتخص عليقتك العاطفية صديقي الجدي يمكن يكون عندك اليوم مشكلة ميلية عم تخذلك وقتك بالتفكير وما عم بتخليك تركز على شغلك انتبه لصحتك وما تهملها وتذكر أنه التعصيب ما بيجيب نتيجة ولا بحل مشاكل أما عاطفيا بيتقرب وجهات النظر بينك وبين الحبيب وبتلاقوا مخرج لمشاكلكم نوصل للدلو عندك شغل كتير هيد الفترة فحاول ما تتأخر ونظم وقتك قدمة فيك ما تهمون شي انت قادر انك تخلصه وما تأجله لغير نهار جرب ترتاح وتنتبه على صحتك من السهر أما عاطفيا مشغول بلك وما عم تعرف كيف توصل لحل وحاسس ببعض الحبيب عامنك ننهي مع برج الحوت خطواتك مناسبة وبمحلة هيد الفترة إذا كنت عم تشتغل لتتقدم وتتطور لكل ملاحظ التغيير الإيجابي وعم يدعمك بالقرارات والتغييرات يلي عم تعملها بتلتقي بأحد الأشخاص يلي بتتطور علقتك فيه ويمكن تتحول علقتكم لعليقة حب كتير طويلة وجدية مولود برج اليوم بدي عيدك واتمنى لك نهار مليان بالحب والطاقة الإيجابية والأخبار الحلوة أما من صفاتك أنت إنسان بحب أنه يكتشف قصص جديدة بحياته ما بتحب الملل مشان هيك أنت قليل العلاقات العاطفية لأنك بتزهق من الشريك بطريقة كتير سريعة بس بنفس الوقت أنت بتحب عائلتك وبتحب المستقبل بعمر معين تكون عائلة وأطفال بشغلك ذكي ودائما بتحقق النجاح ونسبة كتير كبيرة من مواليد اليوم بيحققوا الشهرة بحياتهم أصدقائي هادي كانت كل معلوماتنا لليوم أنا بلاقيكم بكرة بمعلومات وفقرة جديدة بأوروسكوب